السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي في التعليم المستمر معنا درس جديد من دروس قناة عين التعليمية درس في مادة الرياضيات سلسلة من دروس مادة الرياضيات درس جديد في سلسلة من دروس مادة الرياضيات معكم الأستاذة مشاعر السويلم وعلى بركة الله نبدأ درسنا لهذا اليوم هو تحليل العدد إلى عوامله الأولية سبق في الحصة السابقة أخذنا تحليل العدد إلى عوامله الأولية واليوم سنكمل ما بدأنا في الدرس السابق هو الدرس الخامس لا زلنا في الدرس الخامس وهذا هو رابط الدرس الرقمي تعلمنا في الدروس السابقة أن الأعداد الأولية هي الأعداد التي لها قاسمان اثنان فقط الواحد والعدد نفسه من هذه الأعداد الأولية الاثنان والثلاثة والخمسة والسبعة والإحدى عشر الثلاثة عشر سبعة عشر وتسعة عشر ثلاثة وعشرون إلى آخرين أيضاً الأعداد غير الأولية هي التي لها أكثر من قاسم أكثر من قاسمين عفواً مثل الأربعة والستة إذن جميع الأعداد الزوجية والأعداد الفردية التي لها أكثر من قاسمين مثل التسعة مثل الخمسة عشر وغيرها من الأعداد الغير أولية أيضاً الأعداد الغير الأولية يمكن تحليلها إلى عواملها الأولية وهذه العوامل الأولية هي حاصل ضرب العدد هو حاصل ضرب مجموعة من الأعداد الأولية كما لدينا هنا إثنى عشر هو حاصل ضرب إثنان ضرب الإثنان ضرب الثلاثة وهي أعداد أولية الآن نكمل بعض التمارين السابقة لدينا أكمل تحليل الأعداد التالية إلى عواملها الأولية لدينا العدد خمسة وسبعون وهذه طريقة عملية القسمة القسمة في العوامل الأولية لدينا خمسة وسبعون تقسيم الثلاثة خمسة وسبعون تقبل القسمة على الثلاثة سيعطينا خمسة وعشرون خمسة وعشرون نقسمها على الخمسة سيعطينا الخمسة أيضاً الخمسة تقبل القسمة على نفسها والخمسة هي عدد أولي ليعطينا واحد يعطينا واحد وقلنا يجب أن نصل إلى العدد واحد وهنا هي العوامل الأولية إذن 75 تساوي ثلاثة مضروبة في الخمسة مضروبة في الخمسة نكتبها الآن بطريقة الرفع إلى القوة فنقول 75 تساوي الثلاثة مكررة مرة واحدة فنكتب ثلاثة أما الخمسة فكان تكرارها مرتين إذن الأساس هو خمسة مرفوعة إلى الأس إثنان إذن ثلاثة ضرب خمسة أس إثنان لدينا أيضا هذا العدد وهو أربعة وخمسون ونريد تحليل الآن التحليل بالقسمة القسمة بهذا الخط في التحليل إلى العوامل الأولية أربعة وخمسون أربعة وخمسون عدد زوجي يقبل القسمة على إثنان أحسنتم أربعة وخمسون تقسيم الإثنان سيكون سبعة وعشرون سبعة وعشرون تقبل القسمة على ثلاثة وهو عدد أولي فيصبح الناتج تسعة نكتبها في الأسفل تسعة تقبل القسمة أيضا على ثلاثة ليعطيني الناتج ثلاثة ثلاثة جميع الأعداد تقبل القسمة على نفسها ولكن نختار عددا أوليا والثلاثة عدد أولي إذن ثلاثة ليكون الناتج واحد هنا نلاحظ الأعداد الأولية وهي إثنان ضرب الثلاثة ضرب الثلاثة ضرب الثلاثة ويساوي نريد كتابته بطريقة الرفع إلى القوة يساوي إثنان مكررة مرة واحدة أما الثلاثة فقد تكررت ثلاث مرات إذن الأساس هو الثلاثة والأس هو ثلاثة تصبح إثنان ضرب ثلاثة أس ثلاثة لدينا الآن ستون ستون تقبل القسمة على عشرة صحيح وتقبل القسمة على ستة ولكن هل أختار ستة أو عشرة؟ أحسنتم ستة أو عشرة ليست أعداد أولية فأنا أبحث عن أعداد أولية تقبل القسمة على ستون قد نقول خمسة لأن أحدها صفرا وقد نقول إثنان لأنها عدد زوجي وقد نقول ثلاثة لأن مجموعة أرقامها من مضاعفات الثلاثة ولكن دائما نبحث عن الأسهل ودائما أسهل عمليات القسمة هي القسمة على إثنان فنقول ستون تقسيم الإثنان يعطينا ثلاثون ثلاثون أيضا يمكن تقسيمها على الإثنان ليعطي خمسة عشر خمسة عشر تقبل القسمة إما على ثلاثة أو على خمسة وكلاهما أعداد أولية فاخترنا الثلاثة يصبح الناتج خمسة خمسة تقبل القسمة على نفسها يعطينا واحد إذن هنا العوامل الأولية نعيد كتابتها ستون هي إثنان ضرب الإثنان ضرب الثلاثة ضرب الخمسة ونكتبها بسيغة الرفع إلى قوة إثنان قد تكررت مرتين إثنان أس إثنان مضروبة في الثلاثة تكررت مرة واحدة في الخمسة مضروبة في الخمسة والآن حلل أيضا هذه الأعداد إلى عوامله الأولية ولدينا ثمانية وأربعون ثمانية وأربعون عدد زوجي يقبل القسمة على ثلاثة يقبل القسمة على إثنان ولكن نبحث دائما عن الأسهل فنأخذ الإثنان ثمانية وأربعون تقسيم الإثنان سيعطينا أربعة وعشرون الناتج دائما يكون في الأسفل أربعة وعشرون أيضا تقبل القسمة على إثنان فيكون الناتج إثنى عشر إثنى عشر تقبل القسمة على إثنان فيكون الناتج ستة أيضا ستة تقبل القسمة على إثنان فيكون الناتج ثلاثة ثلاثة تقبل القسمة على نفسها وهي عدد أولي ليكون الناتج واحد وكما نلاحظ يجب أن نصل إلى العدد واحد 48 هنا لدينا حاصل ضرب الأعداد الأولية التي تعطينا العدد 48 غير الأولي 48 هو 2 ضرب الاثنان ضرب الاثنان ضرب الاثنان ضرب الثلاثة الاثنان تكررت عدة مرات كما نلاحظ هنا كم مرة تكررت الاثنان؟ أربع مرات كما تعلمنا في درس الرفع إلى قوة فأكتب الأساس 2 أس أربعة وهي عدد التكرارات مضروبة في الثلاثة 2 أس أربعة مضروب في الثلاثة لدينا الآن حلل العدد أو الأعداد التالية إلى عواملها الأولية ولدينا العدد 72 72 هو عدد زوجي إذن يقبل القسمة على 2 أيضا مجموع أرقامه من مضاعفات مجموع أرقامه 9 إذن من مضاعفات الثلاثة إذن يقبل القسمة على 3 ولكن نأخذ دائما الأسهل ونقول 72 تقسيم الاثنان سيعطينا 36 36 أيضا تقبل القسمة على الاثنان لأنها عدد زوجي ومجموع أرقامها من مضاعفات الثلاثة إذن تقبل القسمة أيضا على ثلاثة سنقسمها الآن على اثنان سيعطينا الناتج 18 ودائما الناتج قلنا يكتب في الأسفل 18 أيضا تقبل القسمة على الاثنان وعلى الثلاثة سنختار أيضا الاثنان 18 تقسيم الاثنان سيعطينا التسعة تسعة تقبل القسمة على الثلاثة سيكون الناتج ثلاثة ثلاثة تقبل القسمة على نفسها وهي عدد أولي إذن نحصل على الواحد وكما قلنا يجب أن نصل إلى الواحد حتى نحصل على العوامل الأولية كاملة وهنا العوامل الأولية وهي اثنان ضرب الاثنان ضرب الاثنان ضرب الاثنان ضرب الثلاثة مضروب في الثلاثة الاثنان تكررت عدة مرات نلاحظ هنا كم مرة تكررت الاثنان؟ أحسنتم ثلاث مرات نكتبها بالرفع إلى قوة اثنان أس ثلاثة ممتاز اثنان أس ثلاثة ولدينا هنا الثلاثة تكررت أيضا عدة مرات بل مرتان مرتان إذن ثلاثة أس اثنان ثلاثة أس اثنان والآن لدينا تحليل العدد مائة وثمانون إلى عوامله الأولية سنستخدم طريقة القسمة بهذا الشكل القسمة بهذا الشكل لإيجاد العوامل الأولية نلاحظ هنا العوامل الأولية فقط لا نختار إلا عوامل أولية مائة وثمانون أحدها صفر إذن تعتبر من الأعداد الزوجية إذن تقبل القسمة على اثنان أيضا صفر تقبل القسمة على خمسة لأن الأعداد التي تقبل القسمة على خمسة يكون أحد صفرا أو خمسة وإذا قلنا قابلية القسمة على ثلاثة فإننا نجمع هذه الأعداد صفر زائد ثمانية زائد واحد سيعطينا تسعة وتسعة هي من مضاعفات الثلاثة إذن تقبل القسمة على ثلاثة نلاحظ قبيلية القسم على 2 وعلى 3 وعلى 5 أيهما نختار جميع هذه الأعداد 2 و3 و5 هي أعداد أولية نختار ما شئنا منها ولكن حسب الأسهل بالنسبة لدينا بالنسبة لي سأختار العدد 2 سأقسم 180 على 2 180 إذا قسمت على 2 سيكون الناتج لدينا 90 90 هنا أيضا أحدها صفر صفر إذا عدد زوجي تقبل القسم على 2 وأيضا تقبل القسم على 5 لأن أحدها صفر ومجموع أعدادها إذا جمعنا الصفر مع التسعة سيكون 9 وتسعة من مضاعفات الثلاثة إذا تقبل القسم على ثلاثة كما قلنا أيهما نختار ولكن الأسهل بنسبة لنا سأختار أنا العدد 2 وهو عدد أولي 90 تقسيم 2 سيكون الناتج 45 45 يقبل القسم على كم؟ أحسنتم يقبل القسم على 5 لأن أحده 5 ونعلم أن الأعداد التي أحدها صفر أو خمسة تقبل القسم على 5 أيضا نلاحظ أحدها ليس عدد زوجي إذا لا تقبل القسم على 2 ولكن عندما نجمع العددين 5 و4 سيكون الناتج 9 والأعداد التي مجموعة أرقامها من مضاعفات الثلاثة تقبل القسم على ثلاثة إذن يمكن أن نختار العددين إما ثلاثة أو خمسة أيهما نريد والأسهل بالنسبة لنا سأختار أنا العدد 5 وأقول 45 تقسيم الخمسة سيكون الناتج 9 9 تقبل القسم على 3 كم سيكون الناتج ونكتبه في الأسفل سيكون الناتج هو ثلاثة ثلاثة تقبل القسم على نفسه وهي عدد أولي إذن سيكون الناتج واحد وقلنا أن عملية القسمة بهذا الشكل إلى العوامل أو التحليل إلى العوامل الأولية يجب أن ننتهي بالعدد واحد وهنا في هذا المكان على اليسار يجب أن تكون جميعها عوامل أولية إذن المقسوم عليه يجب أن يكون عاملا أولي نختاره على أساس أن يكون عاملا أولي إذن العوامل الأولية للمائة وثمانون هي إثنان مضروبة فيه الإثنان مضروبة فيه الخمسة ضرب الثلاثة ضرب الثلاثة الإثنان تكررت مرتان كما نلاحظ هنا إثنان تكررت مرتان إذن سنكتب الإثنان الأساس هو الإثنان مرفوعة إلى الأس أيضا إثنان وتعلمنا قراءة الأس إثنان إثنان أس إثنان إثنان مرفوعة القوة الثانية للعدد إثنان وأيضا إثنان تربيع أو مربع الإثنان مضروبة فيه الثلاثة وكم تكرر العدد ثلاثة هنا أيضا؟ تكرر العدد ثلاثة مرتان فنكتب ثلاثة أس إثنان القوة الثانية للعدد إثنان ومربع الثلاثة القوة الثانية عفوا القوة الثانية للعدد ثلاثة أيضا نقول مربع الثلاثة أو ثلاثة تربيع ويتبقى لدينا الخمسة فيكون 2 أس 2 ضرب 3 أس 2 ضرب الخمسة لدينا الآن العدد 900 ونريد أن نحلله إلى عوامله الأولية العوامل الأولية 900 تقبل القسمة على كم؟ نبحث في الأعداد الأولية وقلنا 2 هو عدد أولي هل 900 تقبل القسمة على 2؟ أحسنتم لأن أحدها 0 إذن 900 هي عدد زوجي تقبل القسمة على 2 هل تقبل القسمة على 3؟ ممتاز تقبل القسمة على 3 لأن مجموعة أرقامها من مضاعفات الثلاثة 0 زائد 0 زائد 9 سيكون 9 وهو من مضاعفات الثلاثة إذن تقبل القسمة على 3 هل تقبل القسمة على 5؟ يا سلام ممتاز تقبل القسمة على 5 لأن أحدها 0 والأعداد التي تقبل القسمة على 5 هي 0 أو 5 أيهما نختار؟ ولكن نختار حسب الأسهل بالنسبة لنا بالنسبة لي سأختار العدد 2 أحب أن أبدأ بالعدد 2 إذا كان يقبل القسمة على 2 2 900 وقسمها على 2 سيكون الناتج 450 سأكتبها بالأسفل نلاحظ أكتبها بالأسفل 450 450 تقبل القسمة على كم؟ أحدها 0 إذن تقبل القسمة على 2 لأنها تعتبر كعدد زوجي أيضا 0 أحدها 0 إذن تقبل القسمة على 5 أحسنتم أيضا مجموعة أرقامها من مضاعفات الثلاثة 0 زائد 5 5 زائد الأربعة 9 إذن تقبل على الاثنان وعلى الثلاثة وعلى الخمسة وأنا سأختار الاثنان أيضا 450 تقسيم الاثنان سيكون الناتج مئتان وخمسة وعشرون كيف يمكن أن أقسم على الاثنان؟ سأبدأ من اليسار من هذا العدد 450 وأقسمها على الاثنان نصف الأربعة وخمسون نصف الأربعة ومئة هو مئتان ونصف الخمسون هو خمسة وعشرون لهذا أصبح الناتج مئتان وخمسة وعشرون هل أستطيع الآن أن أقسم مئتان وخمسة وعشرون على الاثنان؟ أحسنتم لأن أحدها ليس عددا زوجيا هنا خمسة أحدها خمسة إذن تقبل القسمة على خمسة هل تقبل القسمة على ثلاثة؟ خمسة زائد اثنان زائد اثنان يساوي تسعة أحسنتم إذن تقبل القسمة إما على خمسة أو على ثلاثة أنا سأختار الخمسة مئتان وخمسة وعشرون سأقسمها على الخمسة نلاحظ سيكون الناتج خمسة وأربعون أحسنتم هنا خمسة وأربعون تقبل القسمة على خمسة أحسنتم لأن أحدها خمسة فتقبل القسمة على خمسة هل تقبل القسمة على اثنان؟ يا سلام ممتاز لا تقبل القسمة على اثنان لأن أحدها ليس عددا زوجيا وعلى الثلاثة خمسة زائد اربعة تسعة إذن تقبل القسمة على ثلاثة بارك الله فيكم سأختار أن الخمسة خمسة وأربعون تقسيم الخمسة أكتب الناتج بالأسفل سيكون تسعة تسعة هل تقبل القسمة على اثنان؟ طبعا لا هل تقبل القسمة على خمسة؟ لا ولكن هل تقبل القسمة على ثلاثة؟ أحسنتم تقبل القسمة على ثلاثة تسعة أقسمها على الثلاثة يعطيني الناتج ثلاثة والثلاثة تقبل القسمة على نفسها وهي عدد أولي فيكون الناتج واحد يجب أن نصل هنا إلى العدد واحد ويجب أن تكون أو يكون القاسم أو المقسوم عليه جميعها أعداد أولية جميعها أعداد أولية فنقول 900 هي حاصل ضرب 2 ضرب الاثنان ضرب الخمسة ضرب الخمسة ضرب الثلاثة ضرب الثلاثة وتساوي نحولها إلى رفع إلى قوة نلاحظ هنا العدد اثنان تكرر مرتان إذن اثنان نرفعها إلى القوة الثانية فنقرأها اثنان أس اثنان أو مربع الاثنان أو القوة الثانية للعدد اثنان الثلاثة هنا تكررت مرتان أيضا نقول ضرب ثلاثة الثلاثة متكررة مرتان إذن مرفوعة للقوة اثنان فنقول ثلاثة أس اثنان أو القوة الثانية للعدد ثلاثة أو ثلاثة تربيع وهنا الخمسة أيضا تكررت مرتان خمسة أس اثنان أو مربع الخمسة نلاحظ هنا أنني كتبت بالأول خمسة ثم أبدلت الخمسة مع الثلاثة هل هذا صحيح أن أقوم بإبدال العملية أو أبدال الأعداد في الضرب؟ حسنتهم صحيح لأن الضرب هو عملية إبدالية لا يؤثر في الناتج إذا بدلت العوامل المضروبة فالناتج لا يتبدل أصبح الناتج تسعمائة تساوي اثنان أس اثنان ضرب ثلاثة أس اثنان ضرب خمسة أس اثنان لدينا الآن هذا العدد ستمائة وثمانين وأربعون ستمائة وثمانين وأربعون وأريد تحليلها إلى عواملها الأولية بطريقة القسمة في الحصة السابقة كنا نركز على الرسم الشجري في هذه الحصة سنركزنا على عملية القسمة بهذا الشكل القسمة أو التحليل إلى العوامل الأولية بخط القسمة ستمائة وثمانين وأربعون تقبل القسمة على أحسنتم اثنان تقبل القسمة على اثنان لماذا؟ لأن أحدها عدد زوجي هل تقبل القسمة على خمسة؟ أحسنتم لا تقبل القسمة على خمسة لأن أحدها ليس صفرا أو خمسة ماذا عن قابلية القسمة على ثلاثة؟ سنلاحظ هنا ثمانية زايد أربعة ثمانية زايد أربعة اثنى عشر اثنى عشر نضيف إليها الستة ثمانية عشر ثمانية عشر هل هي من مضاعفات الثلاثة؟ هل الثمانية عشر من مضاعفات الثلاثة؟ أحسنتم إنها من مضاعفات الثلاثة ستة إذن تقبل القسمة على الثلاثة ولكن قلنا سنختار الأسهل بالنسبة لنا سأختار أنا الاثنان وأقول 648 تقسيم الاثنان بهذه الطريقة نلاحظ 600 كم نصف الستمائة أو أقسم الستمائة إلى اثنان على كم سنحصل؟ أحسنتم ثلاثمائة ثلاثمائة والأربعون كم نصف الأربعون؟ أحسنتم نصف الأربعون هو عشرون وكم نصف الثمانية؟ ممتاز إنها الأربعة نجمعها ثلاثمائة زائد عشرون زائد أربعة فيكون الناتج ثلاثمائة وأربعة وعشرون أيضا ثلاثمائة وأربعة وعشرون نريد أن نقسمها على عدد أولي ما هو العدد الأولي المناسب؟ ممتاز نأخذ الاثنان لأن أحدها عدد زوجي أيضاً 300 نصفها 150 20 نصفها 10 4 نصفها 2 نجمع الآن 150 و 10 160 و معنا الاثنان 100 و 62 إذن الناتج 162 وأيضاً يقبل القسمة على 2 162 نقسمها على الاثنان نصف المئة 50 نصف ستون 30 أصبحت 80 ولدينا نصف الاثنان 1 فأصبحت 81 نقسمها على الثلاثة سيكون الناتج 27 27 تقبل القسمة على الثلاثة لأن مجموعة أرقامها من مضاعفات الثلاثة فيكون الناتج 9 9 أيضاً تقبل القسمة على ثلاثة وهو عدد أولي فيكون الناتج 3 ثلاثة هنا تقبل القسمة على نفسها وهي عدد أولي فيكون الناتج 1 وصلنا هنا إلى العدد 1 وهنا نلاحظ العوامل الأولية إذن 648 هو حاصل ضرب 2 في 2 في 2 في 3 في 3 في 3 في 3 الاثنان تكررت كم مرة؟ 3 مرات تكررت الاثنان 3 مرات فنقول اثنان أس 3 أما الثلاثة تكررت أربع مرات فنقول ثلاثة أس 4 إذن 2 أس 3 أو القوة الثالثة للعدد 2 أو 2 تكعيب مضروبة في 3 أس 4 بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم درسنا كان عن تحليل الأعداد غير الأولية إلى عواملها الأولية بطريقتين طريقة الرسم الشجري أو القسمة بإيجاد العوامل الأولية وتحويل هذه العوامل الأولية من ضرب متكرر إلى الرفع إلى قوة أمل أن يكون قد نال على إعجابكم واستحسانكم شكرا لكم وأراكم في درس جديد بإذن الله أستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه